إرهاب وإرهاب مضاد هكذا أصبح هذا المسوغ السياسي مطية لكل الخصوم وأداة جاهزة لتبرير القتل بين إرهاب الجماعة المسلحة وإرهاب الدول لا شيء يختلف سوى أداة القتل وطبيعة الجرائم لكن الضحية واحدة الإنسانية فمتى يصبح القاتل إرهابيا ومتى يكون مخلصا في مطلع العام 2017 وصف مستشار الأمن القومي الأمريكي مايكل فيلين جماعة الحوثي بأنها إحدى الجماعات الإرهابية التابعة لإيران يأتي ذلك عقب قائمة إرهاب فرضتها وزارة الخزانة الأمريكية على شخصيات ومسؤولين يمنيين ومؤسسات خيرية ومصرفية أدرجتها في قائمة عقوباتها باعتبارها مرتبطة بتنظيم القاعدة في جزيرة العرب من بينهم محافظ البيضاء الموالي للشرعية الشيخ نائف القيسي والحسن أبكر وعبدالله الأهدل ومنظمة رحماء الخيرية بالإضافة إلى شركة العمك المصرفية بصفتها داعمة لتنظيم القاعدة ومنذ أيام خلت قررت السعودية والإمارات والبحرين ومصر توسيع قائمة الإرهاب فصنفت ثلاثة يمنيين وثلاثة منظمات في اليمن ضمن قائمة الإرهاب في العام 2015 سجلت اليمن كإحدى الدول الأشد تضرورا من الإرهاب الجميع إرهابيون هنا وسواء كانت هذه التصنيفات مبنية على مرجعيات قانونية ودلائل حقيقية أو كانت اتهامات خاضعة للمزاج السياسي إلا أن الشارع اليمني يظل عاجزا عن إيجاد توصيف حقيقي لمفهوم الإرهاب بحسب تصنيف المجتمع الدولي وقوانينه هل يمكن إدراج قصف الجيش الأمريكي لمواطنين عزل في بيوتهم إرهابا أم إن الإرهاب هو مقترن بالجريمة الدينية وحسب ما بين إرهاب التنظيمات وإرهاب الأنظمة تسفك دماء كثير من الأبرياء وتصادر حقوق الضحايا حيث لا قانون يسود إلا قانون القوة فهو الذي يقتل وهو الذي يبرر للقتل وفق ما يقرره مزاجه وتمليه عليه أجندته السياسية اشتركوا في القناة